كذلك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تعزيز التشاور بين القاهرة وأنقرة حول الملف الليبي كما رحب الرئيس بالتهدئات الحالية في منطقة الشرق الأوسط ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجحنا في تحكيل الاستقرار الأمن والسياسي في ليبيا سيمثل نموزجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقداتها وسبل تسويت الخلافات القائمة فيها يهمني كذلك الترحيب بالتهديع الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسويت الخلافات القائمة بين الدول المتشاعة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة